في الفيديو ده عرفك على أفضل فيزة افتراضية تقدر تستخدمها بشكل مجاني وتستخرجها بشكل مجاني تقدر تستخدمها في الدفع اونلاين بدون أي مشكلة على جميع المنصات كمان تقدر تربطها بابل باي او جوجل باي كمان تقدر تستخدمها في الدفع على أكتر من 100 مليون متجر عالمي كمان تقدر تطلع الفيزة الحقيقية وتستخدمها في سحب عملتك رقمية عن طريق الاتم وتدفع بيها وعمل مشتريات بدون أي مشكلة في أي مكان في العالم هنتعرف على التفاصيل بالكامل ولكن بعد الانترو فور الانتقال في الرابط اللي هسيبه لك فاس في الفيديو هتفتح لك الواجهة دي بول عليك هتضغط على اوبن هيحاول لك لجوجل بلاي تقدر تحمل التطبيق الخاص بهم فور تحمل التطبيق هنشوف مع بعض ازاي نفتحه وازاي نعمل اكاونت عليه ونوسقه وناخد حسابه هتضغط على فور فتح التطبيق بعد كده هيقول لك اكتب رقم من غير مفتاح الدولة هنكتب رقم ايا كانت الدولة ان انت قاعد فيها لازم ان تختار الدولة من مفتاحها بعد كده هنضغط على هتفتح لنا الخطوة دي بيقول لك وصل لك على رقم بتاعك تنتظر لحد ما تجيلك الرسالة اللي فيها وبعد كده تكتب الكود اللي وصل لك ده الكود اللي وصلني فهبدأ اكتبه بالشكل ده بعد كده بيقول لك اختار بين من ست ارقام هتكتب وبعد كده يقول لك بتاعك يعني اكده مرة تانية بعد كده بيقول لك وافق على انه يفتح بالبصمة وكده هتضغط انه موافق بعد كده تفتح لك الوجهة دي بيقول لك وتقدر تستخدم البرنامج بطريقة سهلة وبسيطة. هنضغط على طلب كارد. هيطلب مني ان انت تأكد بعض البيانات عشان تطلب الكارد بتاعتك الافتراضية او الكارد الحقيقية عشان تقدر تستخدم في المدفعات بتاعتك بدون مشكلة. اول خطوة في تأكيد الهوية هتظهر لك الخطوة دي بيقول لك انت قاعد في الولايات المتحدة ولا لا. هنختار اول خيار ان احنا برا الولايات المتحدة. بعد كده بيقول لك ان احنا نحتاج نأكد بتاعك والايميل تختار الدولة اللي انت مقيم فيها. بعد كده بعد كده هطلب منك تكتب الايميل بتاعك بعد كده نضغط على كود. هيوصلك كود على الايميل بتاعك. الكود هيكون بالشكل ده. هنعمل له نسخ. ونعمل له لاسك تاني في التطبيق. هده احنا اكدنا الايميل بتاعنا. الخطوة اللي بعد كده بيقول لك تأكيد الهوية او رخصة قيادة. هتختار اي حاجة من حاجات دي وتأكد ان انت مقيم في الدولة اللي انت تأكد بها. انا اخترت الهوية. بعد كده هصور الوجه الاول للهوية وبعد كده اضغط على الخيار الاول هنا. اللي ظاهر ده. وبعد كده اصور ظهر الهوية وبعد كده اضغط على نفس الخيار. وانتظر لحد ما اعمل عشان يأكد الهوية. بعد كده بيقول لك خد صورة سيلفي وبص للقامرة كويس. يعني لازم يعنيك تكون بصة للكاميرا. عشان يتأكد ان انت شخص حقيقي. مش روبوت ولا اي حاجة. بعد كده هيقول لك ان تم عمل اسكان للوجه. وكده كل البيانات تمام. وانتظر اللحظات لحد من البيانات دي يتم رفعها. وهتظهر لك الوجهة دي. وبكده كل عليك هو الانتظار حوالي كم دقيقة لحد ما يتم تأكيد الهوية بتاعتك. طبعا الموضوع بيتم بشكل آلي جدا. كل عليك هو الانتظار لحد ما تتم الهوية. لو ضغطنا تالي بيقول لك ان ان انت لوقتي اتجار المعالجة. والموضوع ده بياخد من خمس الى خمس الى دقيقة بس. ويتم تأكيد هويتك. بعد شوية دخلت افتح التطبيق. وارغط على علامة الاشعارات اللي فوق. قال لي ان تم تأكيد الهوية بنجاح. من اول مرة فيش اي مشكلة في اي حاجة. وتقدر تستخدم وتطلب الكارد الافتراضية او الكارد الحقيقية الخاصة بالتطبيق. طبعا الكارد الافتراضية تقدر تطلبها بشكل مجاني. سواء كانت من سولانة او عندنا ولكن دي بيكون انا هاختار الكارد. طبعا تقدر تفتح اي واحدة فيهم وتشوف البيانات بتاعتها وهل هي منسبة معك والخصائص بتاعتها منسبة ولا كلهم تقريبا شوفها بعض. ولكن كل واحدة فيهم فيها بعض المئزات عن الاخرى فانت تشوف المناسب معك وبعليكها تختاره. طبعا الكارد زي ما انا قلت هي تقدر استخدمها على جوجل باي او وتقدر تعمل بها مدفوعات. لو ضغطنا على المعلومات بتاعتها بيظهر لك كل المعلومات الخاصة بالبطاقة كمان الرسوم على البطاقة الرسوم السنوية بتاعتها واعادة استخراج الرسوم تاني مرة تانية. وكمان هي بتقبل الدفع على جوجل باي واي موقع تاني واكتر من مئة مليون موقع بيقباله الدفع ببطاقة فيزا. اي موقع بيقبل الدفع ببطاقة فيزا هتلاقي البطاقة شغال عليه بدون اي مشكلة. لان التطبيق عامل شراكة مع شركة فيزا وشركة فيزا هي المسؤولة عن المدفوعات اولاين. عندنا الكي كارد بيكون الرسوم بتاعتها السنوية اول ثلاث شهور بشكل مجاني وبعد كده 18 دولار على السنة البطاقة الحقيقية بتكون بمئة دولار اللي هي البطاقة الفيزيكا اللي انت تستخدمها في لكن البطاقة الافتراضية بتكون اول ثلاث شهور مجاني وده فرصة كفاية ان انت تستخدمها ثلاث شهور وتجربها بدون اي مشكلة. انا اختار الكي كارد بعد كده هتأكد ان اكتب الاسم فوق واضغط بعد كده على طبعا زي ما حضر لكم شايفين صف دولار او زيرو دولار يعني مش هدفع اي حاجة بعد كده اضغط على نيكست بعد كده اختار على باي وبكده هطلب الكي كارد بشكل مجاني وتفضل معي ثلاث شهور اعمل بها المدفعات اللي انا عايزها بشكل مجاني بالكامل هيطلب مني تأكيد بالبصمة هاكد ويقول لي استنى ما تقفلش التطبيق لحظات وهيتم اصدار الكارد الخاصة بديك اللي انت دلوقتي تقدر استخدم الكارد بتاعتك هنعمل للبرنامج بشكل ده وهيلاقي الكارد ظهرت عندنا وتقدر استخدمها في جوجل باي او او اي موقع بقبل الدفع ببطاقات فيزا طبعا دي كلها الخصائص الخاصة بالفيزا تقدر تعمل لها او تعمل لها رؤية لو ضغطنا على زر الرؤية كده يزهر لي بيانات البطاقة طبعا الشاشة بتسود بشكل طلقائي للرجانة التانية هي يزهر لك هنا كل عمليات اللي حصلت على الكارد طبعا الكارد لسه جديد ما عملتش عليه اي عمليات هو بقى نزل لكم فيديوهات تانية عن تجربة مع الكارد بعد ما استخدمه فترة وان شاء الله تجربة ايجابية لسه جديد لو عايزين نشحن هتختار الشبكة مثلا اختار شبكة تي ار سي او ترون تي ار سي عشرين هزهر لي كود المحفظة بتاعتي كل عليها اختار العملة اللي انا هدعها اختار يو اس تي تي بعد كده انسخ كود العنوان بتاع المحفظة بعد كده هروح على منصة زي باينانس اللي انا عايز اسحب منها واختار على زر سحب بعد كده اختار العملة يو اس تي تي بعد كده ارسال عبر الشبكة هضيف هنا الشبكة واختار او تي ار سي عشرين بعد كده اضيف رابط المحفظة اللي انا سخته من تطبيق الفيزة واكتب المبلغ اي مبلغ هضيفه هيكون عليه رسوم واحد دولار بس سواء مية دولار او الف دولار هيكون الرسوم واحد دولار فقط لعملية الايداع وكده اقدر اعمل ايداع في التطبيق من اي محفظة عملات رقمية بطريقة سهلة وبسيطة بعد ما استقبلنا رصيد على الكارد بتاعتنا واضفناها تقدر تستخدم الرصيد ده في الدفع على اي موقع بيقبل بطاقات فيزة كمان جوجل باي او ابل باي كمان البرنامج في هتلاقيها ظهرارك تحت هنا ومن خلالها تحصل على نقط خاصة ببرنامج والنقط دي هي عبارة عن عملة رقمية هي بتعمل لها من المنصة وقيمتها تتحدد على حسب المستخدمين وحسب النقط تقدر تطلع عليها من الموقع الخاص بهم او النقاط او الكلام اللي هو كاتبه لك هنا تقدر تقرأه تطلع عليهم هتاخد نقط كل ما تستخدم الكارد وممكن تضغط على عشان تشوف معلومات اكتر وتستفاد وتقرأ عن الحكاية دي اكتر قطوات طلب البطاقة الحقيقية او البطاقة الفيزيائية الخاصة بمنصة لو ضغطنا على الشعار اللي ظهر تحت هنا ده تقدر تضغط عليه هينقلك للوجهة دي مباشرة او تقدر تروح من خلال الضغط على الكارد اللي ظهرها فوق بعدك تختار على بعدك نختار على طبعا انت هنا لو انت عايز تستخدم الفيزة الافتراضية الفيزة الفيزيائية او الفيزة الحقيقية وتقدر برضو تستخدمها في عمل مشتريات اونلاين كمان تقدر تستخدمها في السحب من ماكينات الصرفي الالي اللي هي الاتم لو ضغطنا على الاول خيار ودي الفيزة الاسسية الخاصة بمنصة كاستر وضغطت عليها هيزهر لك هنا بعض الخيارات وهنا ثلاثة انواع من البطاقات البطاقة دي البطاقة العادية زيها زي الفيزيائية لكنها بتكون فيزيائية تقدر تستخدمها للسحب الاتم كمان كل دول تقدر تستخدمها للسحب والشراء لكن بيجوا بميزات مختلفة خلا نتعرف على الفيزة الاقصر انتشارا وهي او وضغط على هشرح لك هنا كل حاجة عن البطاقة بيقول لك طبعا تقدر تستخدمها في اكتر من مئة مليون متجر حوالين العالم تقدر تستخدمه في الشراء من خلاله كمان بتكسب من اثنين لستة في المية كاشباك عبارة عن او نقط المنصة بتدها لك والنقط دي هتكون عبارة عن توكن خاص بمنصة يعني اه المنصة او التطبيق هيطلق توكن خاص به التوكن ده هيكون عملة رقمية مكون من عشرة مليار قطعة العشرة مليار قطعة دول هيتم توزيعهم ككاشباك على مستخدمين المنصة وعند اطلاق التوكن تقدر تسترد عن طريق بيع نقاط المكافأة اللي انت اخدتها من المنصة كمان بيقول لك تقدر استخدمها في قبل باي وجوجل باي واكتر من مئة مليون متجر حوالين العالم كمان بيقول لك تقدر استخدمها في السحبة من الاتي ام وتشحن لك وتوصلك لحد البيت من اتناشر لاربعتاشر يوم عامل سعرها بيتم الدفع مية دولار مرة واحدة اول ثلاث شهور من استخدامها مجانا بعد كده هيفرض عليك عشرين دولار في السنة اعادة الاستخراج او اعادة انتاج البطاقة مرة تانية بتكلف مية دولار طبعا البطاقة التانية اللي هي اكس كارد وكمان اكس كارد دي مقدمة باسعار عالية جدا لان هي بتديك كبير جدا وليها ميزات مختلفة على سبيل المسال البطاقة دي بتديك كاش باك لحد اتناشر في المية وبيكون اللي حاملينها ميزات تانية مختلفة فخلينا في البطاقة الاسية اللي هي كارد لو ضغطنا على جيت كارد هنا هتدي كود كمان يعمل لك خصم عشرين في المية لو ضغطت على الخيار ده بعد كده هتكتب هنا الكبون اللي ظهر دلوقتي على الشاشة ويتأكد من الحروف الكابتل والحروف لان لو مختلفة مش هيتطبق بعد كده تضغط على الابلاء هتلاقي خصم لك عشرين في المية وبالتالي سعر بقى تمانين دولار بدل من مية دولار خليني دلوقتي اهريكم البطاقة بعد ما انا اشتريتها وجيت لي واستعرضها معاك وبتوصلك ازاي طبعا هي بتوصلك في خلال من تمانية لاتناشر ويتم شحنها عن ضرية دي اتش ايل هم بيتواصلوا معاك وبينبقوك بجميع تفاصيل الشحن لحد ما توصلك لحد البيت طبعا الشحن مجانا تقدر تستلمها وبعد كده تبدأ تفعالها ضبط معاها وازاي استخدمتها على مواقع تاني كتير وهجرب وهقول لكم عن تجربة الكاملة ان شاء الله في فيديو جاي اتمنى كون استفدت من الفيديو لو استفدت اتخلش عليها بلايك واشتراك انا معكم احمد من قناة منستر المعلومات وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته